دكتور أسامة الاحتلال أبرم في السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات في المجال الأكاديمي والبحثي مع عدة دول عربية تحت مسميات مختلفة كتبادل الخبرات والأبحاث في المجال العلمي وأعطاء منح دراسية لطلاب تلك الدول كيف يمكن مواجهة هذه الاتفاقيات الأكاديمية التي يسعى وراءها الاحتلال مع دول عربية التطبيع الأكاديمي أو التطبيع الثقافي هو واحد من مربعات التطبيع التي يسعى العدو للدخول فيها كما هو سعى للتطبيع الاقتصادي والتطبيع السياسي والتطبيع الأمني والتطبيع العسكري هناك تطبيع ثقافي وتطبيع أكاديمي ويستخدمون في ذلك الأدوات العالمية نفسها والاحتياجات العالمية فمعظم مثلا الجامعات العالمية والتي تريد تسجيل حضورها في التصنيف العالمي للجامعات يستطيع مثل هذه الجامعات الإسرائيلية أو الصهيونية تستطيع أن تقدم خدمة وتقدم ترويجا وتسويقا وتأكيدا لمفاهيم ما يسمونه الاعتدال لهذه الجامعات وأنها ليست محسوبة على أفكار متطرفة أو معادية للحضارة الغربية والتي تعد من التزامها الكامل بالقيم اليهودية والمفهوم الصهيوني للأرض عندنا تعده واحدا من الأدبيات الأساسية للاعتدال وحتى أصبح من أهم المفاهيم الاعتدال في التصنيف العالمي لهذه الجامعات أن لا تكون أي جامعة تحتضن أو تضم فكرة معادية لإسرائيل وإلا اعتبرت هذه الجامعة جامعة ناقصة وبالتالي سلكوا مسالك التأثير على بنية التصنيف العالمي والحضور الجامعي الدولي والتأسيس لتزيل ما نسميه نحن بالحضور العالي لهذه الجامعات استغلوا هذا المدخل من أجل تأسيس علاقة وبناء جسور معرفية وجسور من العلاقات مع دول عربية ودول إسلامية مستغلين احتياج هذه الجامعات لهذا التصنيف العالمي وبالتالي وجود إقبال عليهم من طلبة العلم والطلاب الذين يدفعون مبالغ كبيرة لدى هذه الجامعات التي أصبحت تنظر إلى جيوب الناس قبل أن تنظر إلى عقولهم وهذه من المشكلات الكبيرة التي يجب أن نتفطن إلى كيفية مواجهتها المربع الأكاديمي من المربعات التي يستسهل العدو الدخول إليها وأخشى أنه نجح فيها أكثر من نجاحه في مربع التطبيع الاقتصادي والسياسي والأمني اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر